اشتركوا في القناة الموافقة الخامس والعشرين من مارس من العام 2021 وبرعاية الوسيط الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبدأ فقرة التحليل الفني نتطلع على أهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم وهلها تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بالحقيقة بيانات قوية جدا اليوم أهمها خبر الفائدة على الفرانك السويسري وتقييم السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري ويصدر في تمام الساعة الحادي عشر والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة ثم سوف يكون لدينا حديث للسيد بيلي محافظة بنك إنجلترا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءا وثم سوف يكون لدينا بذات التوقيت خطاب أيضا للسيدة لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي وفي تمام الساعة الواحدة مساءا سوف يكون لدينا قمة قادة الاتحاد الأوروبي ثم في تمام الساعة الثالثة والنصف سوف يكون لدينا أخبار مهمة على الدولار الأمريكي وأهمها الناتجة الإجمالي المحلي ومعدلات الشكاوى من البطالة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى فقرة التحليل الفني ونبتدئ بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إنديكس ونلاحظ أخواني العزاء أن مؤشر الدولار الأمريكي قد اقترب إلى نقطة المقاومة المائلة وهي عبارة عن خط الاتجاه الصاعد الذي تم كسره في السابع عشر من مارس وحاليا نشاهد تشبعات على مؤشر التذبذب ستوكستيك وبعض من التراجع للزخم الصاعد قد نشهد على إثر هذه التشبعات تكوين موجة تصحيحية هابطة تستهدف إعادة اختبار مستويات الـ 92 وقد ينجم على هذا التصحيح مشاهدة أن أزواج العملات أمام الدولار الأمريكي قد تكون في مستويات تشبعات وقد تبدأ بتصحيحات قريبة خلال التداولات إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج اليورو دولار سوف يكون متأثر بتصحيحات مؤشر الدولار الأمريكي ونلاحظ أخواني العزاء أيضا مثل ما تحدثنا أن الزوج قد وصل إلى مستويات تشبعات في البيع وحاليا يحاول تكوين موجة صحيحية صاعدة تستهدف مستويات الـ 1.18500 خلال التداولات القادمة وبشكل عام طوالما أن الأسعار تتداول أدنى مستويات الـ 1.18500 قد نشاهد زوج اليورو دولار يعاود الهبوط ويظل تحت الضغط السلبي الذي يتعرض له من استمرارية التداولات دون المتحرك المتوسط لمدة 55 يوم ولا يزال هدف مستويات الـ 1.17000 قائم بشرط استمرارية التداولات دون مستويات 18500 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج الباوند دولار حاليا يتداول أدنى مستوى المقاومة القوي جدا ونقطة البايفيت الماثلة عن مستويات الـ 1.38000 ونلاحظ أيضا وصول الأسعار إلى مستويات تشبعات بيعية على مؤشر التذبذب ستوك ستيك ومثل ما تحدثنا متأثرا بمؤشر الدولار الأمريكي وقد نشاهد بعض التصحيحات الذي قد تصل لمستويات الـ 1.37500 ولكن على الصعيد الفني الأسعار طوالما هي تتداول دون مستويات الـ 1.38000 نتوقع استئناف الهبوط لتحقيق الهدف الرئيسي الماثل عن مستويات الـ 1.35250 وبشرط وحيد وهو الثبات أدنى مستويات الـ 1.38000 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند ين الملقب بالمجنون ونلاحظ أيضا أن زوج الباوند ين نجح باستئناف الهبوط واقترب من مستويات 148 وحاليا نشاهد وصول الأسعار إلى مستويات تشبعات في البيع ومن الممكن أن نشاهد أيضا موجة تصحيحية وأن يقوم بالتصحيح إلى مستويات 150 ولكن بشكل فني بحث استمرارية التداولات دون مستويات الـ 151 لا تزال تضع الباوند ين في طور المسار الهابط الذي يستهدف مستويات 147 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أيضا أخواني العزاء أن الزوج قد وصل إلى تشبعات بيعية على مؤشر تذبذب ستوك ستيك ويحاول حاليا خلق موجة تصحيحية صاعدة قد ينشأ من خلالها صعود إلى مستويات 0.76300 ومن ثم نشاهد استئناف للهبوط نحو الهدف الرئيس الماثل عند مستويات 0.75000 وبشرط تحقق لهذا السيناريو هو استمرارية التداولات أدنى مستويات 0.76600 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونلاحظ أخواني العزاء أن زوج الدولار ين يحاول جاهدا العودة على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وإذا نجح باختراقه والثبات أعلى سوف نشاهد انطلاق نحو مستويات 109.511.400 أما الارتداد من المتوسط المتحرك وفشل اختراقه قد يعيد الأسعار مجددا إلى مستويات 108 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ومثل ما نوهنا سابقا استمرارية التداولات بهذا الشكل واستقرارها أعلى مستويات 7.79 قد تنذر بقوة قادمة للدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية قد يصعد من خلالها إلى مستويات 8.20 و8.40 و8.70 كأهداف متتالية على المدى المتوسط ويدعمها استمرارية التداولات أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأيضا ثبات الأسعار على مؤشر تذبذب ستوكستيك أعلى مستويات 50 إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونلاحظ أن البيتكوين تحاول العودة على الدعم الرئيسي الماثل عن مستويات 52 ألف دولار وقد تحدثنا سابقا في حال أن البيتكوين فشلت بالتماسك أعلى 52 ألف دولار قد نشاهد انهيار قادم للبيتكوين يستهدف مستويات 42 ألف دولار أما عودة الأسعار أعلى مستويات 52 ألف دولار والثبات علىها قد يمنح البيتكوين قوة قادمة لتحقق مستويات 60 ألف دولار ومفتاح تداول البيتكوين لهذا اليوم هو مستوى 52 ألف دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب والذهب يحاول استعادة بريقه ونلاحظ أن الذهب يحاول اختراق الضل العلوي للمثلث المتماثل ونشاهد أن حاليا الأسعار إذا نجحت باختراق الضل العلوي للمثلث واختراق المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والثبات علىه فسوف يمنح الذهب الضوء الأخضر للانطلاق نحو رحلة استعادة البريق والاندفاع نحو مستويات 1750 و1765 على المدى القصير وعلى المدى الطويل قد نشاهد مستويات الـ 1800 دولار الأنصة الواحدة وشرط حقق هذا السيناريو هو استمرارية التداولات واختراقها للضلع العلوي للمثلث والذي يعبر عن خط الاتجاه الهابط وأيضا استمرارية الأسعار أعلى مستويات 1725 إذن أخواني العزان ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد أن النفط الخام لا يزال يتداول بشكل عرضي بالقرب من مستويات 60 دولار البرميل الواحد ومثلما نوهنا أنه يوم الأمس حدثت ارتفاعات في النفط الخام جراء المشاكل المرورية في قناة السويس الذي تعرضت لها بعض سفن الشحن مما أدت إلى حجز السفن والبواخر المحملة بالنفط الخام مما أدى إلى ارتفاع الأسعار للنفط الخام بشكل مفاجئ ولكن حتى اللحظة استمرارية التداولات دون مستويات 60 دولار للبرميل الواحد قد تهدد النفط الخام بالعودة لمستويات 54 دولار أما الثبات أعلى مستويات 60 دولار قد تمنح النفط الخام انتعاشة قادمة تستهدف مستويات 63 دولار و66 دولار على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونلاحظ أخواني العزاء أن الفضة لا تزال تتداول دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولا زال تتداول في ظل سيناريو سلبي واستمرارية تداولات الفضة بهذا الشكل قد نشاهد من خلال التداولات القادمة هبوط يستهدف مستويات 24 دولار ما لم تستطع الفضة العودة على مستويات 26 دولار إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونلاحظ أن الغاز الطبيعي يفشل للمرة ثالثة على التوالي بالعودة على مستويات 2.600 ونشاهد بمجرد ملامسة المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم للمرة ثانية على التوالي استئناف الهبوط واستمرارية التداولات بهذا الشكل قد تهوي بالفضة بالغاز الطبيعي عفوا إلى مستويات 2.400 إذن أخواني العزاء لن يعود الغاز الطبيعي للمسار الصاعد إلا باختراق مستويات 2.600 والثبات أعلى إذن ننتقل إلى تحليل مؤشر الداو جونز الصناعي قائد السوق الأمريكي ونشاهد أن مؤشر الداو جونز الصناعي للجلسة الثالثة على التوالي وهو يتمحور حول مستوى 32.700 ونلاحظ التحام المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم معها يزيد قوة هذه المنطقة وبشكل عام وبشكل فني بحث مفتاح التداول لهذا اليوم هو مستوى 32.700 عودة الأسعار أعلاه واختراقه والثبات أعلاه يمنح الداو جونز قوة قادمة يستهدف من خلالها مستويات 33.350 وتكوين قمة قادمة تاريخية جديدة أما استمرارية التداولات دون مستويات 32.700 وفشل العودة أعلاها قد نشاهد من خلالها موجة تصحيحية هابطة تستهدف مستويات 32.000 و 31.600 على المدى المتوسط إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر SP500 Standard & Poor's 500 ونلاحظ أن مؤشر Standard & Poor's لا يزال يفقد الزخم الصاعد ويقترب من الدعم المحوري الماثل مستويات 3.870 وكسر هذا الدعم قد يهوي بالSB500 لمستويات 3.800 و 3.720 أما التماسك أعلى مستويات 3.870 قد يمنح SP500 فرصة أخيرة للعودة نحو مستويات الأربعة ألف خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني الصناعي ونشاهد أن مؤشر الداكس هو الآخر يحاول جاهدا التماسك أعلى مستويات 14.500 ومثلما ذكرنا سابقا استمرارية التداولات أعلى مستويات 14.500 قد تمنح الداكس قوة قادمة لاستهداف مستويات 15.000 أما كسر مستويات 14.500 قد تهوي به إلى مستويات الأربعة ألف إذن أخواني العزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك ونلاحظ أن مؤشر النازدك للجلسة الثالثة والرابعة على التوالي وهو يتراجع بفعل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم الذي يضغط على الأسعار ويصلها إلى منطقة الدعم المحوري والرئيسي الماثل عن مستويات 12.750 وفي حال استمرت الأسعار بهذا الشكل ونجحت بكسر مستوى 12.750 قد نشاهد عودة النازدك إلى القناة الفرعية الهابطة واستهداف مستويات 12.245 وقد نشاهد مستويات 12.000 على المدى المتوسط ما لم يستطع النازدك الثبات أعلى مستويات 12.750 ومحاولة العودة أعلى نقطة 13.2 والعودة للمسار الرئيسي الصاعد إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية لأهم زواج العملات وأهم السلع والمؤشرات أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني يا طيب التحيات وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر